كنا بنتكلم على الفضيلة الغائبة الاحترام كل اللي قاله المهندس عادلي قبل الفاصل عن الاحترافية أساسها الاحترام مش معقولة أبدا يطلع مدرب ولا مدير كرة يهاجم بيت سموسيماني أو محلل يقعد يتكلم كلام ملوش أي ستين لازمة في التقليل من شأن واحد مش عايزين نتعلم الاحترام مش عايزين نتعلم إزاي نحترم بعض مش عايزين نتعلم إزاي نتنافس باحترام مش مركزين على الموضوع يعني يعني بتنتقد ننتقد طريقة أداء ينتقد كلمني فنياً كلمني فنياً إنما إيه الهكس والتهريج حد يتكلم على الناس بالاستسهال ده وبالهكس ده وإزاي ده يكون لغة إعلام برضو يا جماعة إزاي الفضيلة الغائبة الاحترام الاحترام ده فريضة علشان تسود الحركة الرياضية وكلها الاخلاق والروح كان في بعض النمازج بتدينا أمل يعني اتكلمنا على الكلام الفارغ اللي بيطلع من أي حد مسؤوله وما هوش مسؤول في بيرامتز أو غيره شغال اللي يشغاله بس تشوفوا السلوك المحترم بقى لواحد أرجنتيني اللي مش متعلم يتعلم واللي ما ترباش تربية رياضية سليمة يتربى عشان يعرف إزاي يتحدث على المنافسين باحترام في نفس النادي أروى بارينة المدير الفني الأرجنتيني لنادي بيرامتز شوفوه لما بيتكلم على بيتسو موسيماني وعلى النادي الأهلي مع الكابتن أحمد شوبير رأيه إيه بعيدا عن الهجسين التانين دول شايف الأهلي إزاي؟ شايف موسيماني أول تجربة في تاريخ مصر ومدرب أفريقي مقالي دايما كان بيجيب لنا مدربين أجانب من ألمانيا من أسبانيا عندنا مدربين كتير جدا من مختلف أنحاء أوروبا برتغال وغيرها لكن هذه التجربة الأفريقية ونجاح جاء المدرب جاء في فترة ليست بالسهلة ولكن نتائج تتحدث من بداية الموسم إلى وقتنا الحاضر وأعتقد أن الفريق بيقدي بشكل جيد جدا الأهلي في لعبين ممتازين وملحوظ الفكر المدرب وبصمته ملحوظ فكر المدرب وبصمته الأهلي بيقدي بشكل أكثر من جيد جدا ورائع والمدرب بصمته على الفريق واضحة والأهلي بيستحق اللي هو بيعمله ده بيرد على السؤال كيف يفوز الآن كيف يفوز الآن هلك المشؤول اللي عندك كيف يفوز الآن